المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ورحبا بكم مرة أخرى في القناة الجليدة من الهب شنال جستان إن شاء الله تكونوا بخير و لأخير تكونوا فرحانين تكونوا ناشتين تكونوا مرد لكم إن شاء الله مزيئة في تماما جميع السيدات وعن جميع الحبيبات الوفيات على القناة تديلي دائمين يلهم شنال لابده دي اليوم هادي تكون وصفة مختصة بالوجه تحديدا هاد الوصفة الليلة قبل العيد كأكيد حنا ما بقالي نولو على العواشر عواشركم بروكا من هاد الفيديو تعيدوا تعاوضوا إن شاء الله بشمت منيتو و كما قلت لكم نغتال من الفرصة من هاد الفيديو و أنا أعطيكم وصفة اللي هي بسيطة ورخيصة الليلة قبل العيد يعني ستعملوها الليلة قبل العيد كم ستبانوا في أحسن حل إن شاء الله يوم العيد أكيد يوم العيد عندنا تمارا عندنا الأشياء اللي خاصنا ضروري نبدعوا فيها و نعملوها ولكن أكيد منهملوش الأنفس دينا و نعتنيو بهم قدر المستطاع أكيد بدون تكلفة فهذا الوصفة هي طبيعية غادي يعني تسمى لكم البشرة ديال وجهة ديالكم غادي تخلصكم نمشوا الكلف البقاعد داكينة يعني يجي جميع المشاكل اللي غادي تعانوا منها يوم العيد فهذا الوصفة غا تخليكم في أحسن حلة فقط تجربوها وإلى عجبتكم ما تنسوش تعملو لها شير أو بغتاج أو تشاركوها مع الحبيبات و الصديقات ديالكم باش إن شاء الله تعمل فائدة للجميع خصوصا السيدات اللي كيبغوا يبانوا في أحسن حلة ولكن طبيعيا بدون اللجوء إلى المكياج الليلة قبل العيد فهذا الشيلي كانت من هاد الوصفة تعجبكم على بركتي الله نمشي واش نتعرفو على كل هاد المكونات ثم طريقة استحضير ثم طريقة الاستعمال وغادي نبدأ بأول مكوين غادي نحتاجوا له اللي هو زيت جونسون اللي على الأطفال بالنسبة لهاد الزيت هاد الغياء اللي كتمتسوا البشرة بصفة عامة وممتون كيخلي لنا رويحة زوينة في الجسم ويعني في الوجه أو الجسم بصفتين عامة وكي يعطينا ترطيب عميق عميق البشرة خصوصا البشرة الجافة فكيجي ولكيجي بليطوا القرعة ديالو هاد الشكل بالنسبة الثاني مكوين اللي هو غادي نحتاجوا له اللي هو الحلبة بودرة خديت غرجت المعالق صغر ما بويت نكتر بزاف لانه صراحة يحتاجها شوية قوية فخديت غرجت المعالق غير هو الحلبة حاولو تاخذها تكون نوعية مزيانة وجودة مزيانة وكلتة مزيانة أكيد واخر مكوين اللي هو زيت الزيتون فهذه من مكونات اللي غادي نحتاجوا في هاد الوصفة هاده كما سبق لي وذكرت اللي هما زيت جونسون اللي على الأطفال زيت الزيتون وأيضا الحلبة بودرة مسحوقة ومغرب اللي مزيانة وعلى بركتي الله بعد ما تعرفنا على كل هاد المكونات ندزل طريقة التحضير وطريقة الاستعمال تحضير وطريقة السيد اشتركوا في القناة 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 ونشوفكم ان شاء الله في المخوشين فيديو ونختارنا من الفرصة مرة أخرى ونقول لكم عباشركم بروكا اللي يدخلها عليكم بالصحة وكي لا تمنسوا ان شاء الله